الحالة الثانية هي وصل الاستعادة ببداية سورة براءة وتكون صفة القراءة كالتالي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فبوصل الاستعادة ببداية سورة براءة يبقى الحالة الأولى لما باجي أبدأ بقراءة سورة التوبة براءة بستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأقطع وبعدين أقطعها عن بداية السورة أو إن أنا أوصل الاستعادة ببداية السورة ده عند الاستهلال على طول كده حبتدي بقراءة سورة التوبة طيب الحالة الثانية بقى والهي حين الوصل بين السورتين يعني نهاية سورة الأنفال وبداية سورة التوبة أوجه القراءة اللي علمها لنا ما شيخنا في هذا الأمر يبقى أنا عندي حالة اسمها الوصل أو حالة اسمها القطع أو حالة اسمها السكت حالة الوصل إني حقرأ نهاية سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة نهاية سورة الأنفال مع بداية سورة التوبة بنفس واحد ده معنى إنه الوصل فلو أنا في الختمة بتاعتي وصلت لنهاية صورة التوبة وحبدأ في قراءة صورة نهاية صورة الأنفال وأبدأ في قراءة صورة التوبة تكون القراءة كالتالي حنبدأ بالوصل وده حين القراءة والوصل بين الصورتين نهاية صورة الأنفال وبداية صورة التوبة اللي هي براءة بتكون أول حالة معانا اسمها حالة الوصل وبتكون بنفس واحد وتكون كالتالي إن الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين بنفس واحد دي اسمها الوصل خدت نهاية الأنفال مع بداية صورة التوبة باخدهم الاثنين بنفس واحد للأخت السائلة ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم ما بين في بداية صورة براءة أول حالة وصل نهاية صورة الأنفال ببداية صورة التوبة التي تسمى أيضا براءة بنفس واحد ترجمة نانسي قنقر